السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نتعرف على الإيكليبس اللي هو البرنامج اللي نطور به الأبس لاحظة الآن هذا اللي دنشوفه هاي مجموعة الويندوز اللي احنا دنشوفه نسميهن بإيكليبس بيرسبيكتبز أو إيكليبس يسميهن بيرسبيكتبز كل واحدة منهن يعني مثلاً هذا واحدة هذا مدنشوفه الباكيج إكسبلورر نسميه فيو فعدنا مثلاً الباكيج إكسبلورر بيرسبيكتبز هذا بالنصف ايضاً نسميهن هاي هو نكتب احنا الكود ملاتنا بإيكليبس زين هذا البرسبيكتب طبعاً بإيكليبس إذا تروح إلى ويندوز شوف لاحظ نروح نقدم نقول open new أو open perspective هذا يطيك مجموعة من البرسبيكتبز اللي هو إيكليبس معرفين إذا تروح على سبيل المثال إذا إلى others نلاحظ أنه يوجد مجموعة كبيرة من البرسبيكتبز مقسمة حسب استخدام إيكليبس مثلاً أنت ممكن تستخدم إيكليبس حتى نتطور C C++ ممكن Java وهو default perspective ممكن مثلاً DDMS اللي علاقة بالاندرويد ممكن أيضاً إحنا ننشئ البرسبيكتب الخاص ملاتنا ممكن نضيف إحنا هنا مثلاً Windows على سبيل المثال إذا رحت إلى Windows وقلت مثلاً مثلاً أروح أقول show view حتى نضيف مثلاً ما قلنا واحد من الviews اللي داشوف هنا لكل اللي علاقة بجافة ذني default بس إذا تروح إلى others مثلاً نختار على سبيل المثال نختار Android نختار مثلاً view نقول أوكي لاحظ ضعف device view ممكن أيضاً بعد مثلاً نقول show view نروح إلى others مثلاً نختار log cat أي perspective ممكن double click علي حتى نكبر double click يرجع على وضع طبيعي آسف الآن هاي هي الperspectives ولي views مثلاً تعلمنا الآن إذا أريد أحفظ هاذا الperspectives الآن بعنما ضفنا لفي views مثلاً أروح إلى الwindow من جديد أسوي لسيف perspectives as مثلاً نجي ننطي اسم مثلاً نقول our مثلاً نسمي our android perspective هاي الشيكل مثلاً نقول لا أوكي نلاحظ نضاف هنا الآن إذا هذه سويت لشوية expand أو بها طريقة نلاحظ أنه عندك نظهر عندك الperspective هنا إذا إذا راحت إلى نقول perspective آخر على سوية إذا اخترت d.d.ms perspective أقدر بشكل مباشر أرجع إلى الperspective اللي إحنا سوينا هذا نظرة عامة عن Eclipse مختصرة وإن شاء الله نكمل بالدرس قادم مع السلامة